في عنده هنا الساحر ده مجيشن بمعنى فرص جديدة بتخلق وهو بيحسن استغلالها ممكن تكون في العمل هي غالبا في الحالة العملية يعني فرص جديدة عمنا تجيله شخص مبدع وشخص طموح جدا ايضا الانجوش بتاعت الكارت ايد في الارض و ايد في السماء انا اعرف اعمل اي حاجة عارفين انتو حتة دي انا عرف اعمل اي حاجة وفعلا ان شاء الله هيرف اعمل اي حاجة وكل نهاية عنده لها بداية على طول يعني بيخلص حاجة بيبكدي حاجة بديدة على طول the star ده فيوحيله بatra اما انه هو مركز على حاجة جامد قوي ومأسر على حاجة تانيه بقى مش مركز فيها قوي وبيعضر طاقته على حاجة مش مجداه مش ده اللي انت مفروض تركز في التركيز ده كله زي ما احنا شايفين الستة بتعمل ايه بتدلق مية من البحيرة وبترنيها في الارض طب وبعدين طب لا المية في البحيرة حتخلص ولا الارض دي كلها حترتوي وبيعمل ده بس ومش واخد باله من نجم كبير قوي وراه فاهمين قصدين هو مودي طاقته على حاجة مش بتفيده قوي العربة برضو بيوحيلي بحاجة من الاتنين اما ان هو متاجه على حاجة بسرعة جديدة جدا بسرعة العربة فيه اندفاع او برضو فيه حاجة وعكسها شايفين الابيض والاسود وهو لازم يختار ابيض واسود حاجتين عكس بعض الدل بيفكر بعقله دلوقتي بحسبها بعقله queen of cups شايفين الملكة دي بتعمل ايه مسكة الكاس وبحلقة فيه قوي بتحللوا يعني عملها تحللوا تجيبوا كده وتجيبوا كده عشان تعرف عايزة تعرف الجوه مش بتحكم من مرة وبس فنركز قوي وعلى وشهد ان هو ياخد قرار مهم في حياته الدلوقتي حسب مشاعر جديدة فيه مشاعر جديدة حست بيها مشاعر جديدة بتتولد او مولود جديد للناس اللي مستنيين موجود او متوقعين مولود بس حب حلو قوي حب زي ما انتو شايفين حمامة حاجة فيها سلام حاجة فيها حب نقل جدا جدا عشان كده بيميل اكتر ان هو ممكن يكون ولاد الطفل جديد بس ممكن برضو يكون مشاعر جديدة وحب جديد شايفة رجوع واضح ان الدلو كان فيه عنده انفصال بس هكدي حسب مشاعر جديدة وهيرجع لشريكه هيرجع له هيقدم له تعويض هيقدم له اعتذار هيقدم له حاجة او العكس او ممكن يكون شريك الدلو هو اللي هيرجع له يعني هو فيه رجوع اي حد حصل له انفصال من برج الدلو ان شاء الله فيه رجوع فيه هنا حاجة كان الدلو مستنيها بقله فترة باسن الله هتجيه دلوقتي او خير عمله في حد زمان هيجيه دلوقتي يعني مسلا ان ساعة حد في ازمة هيجيه حد يساعة دلوقتي طب طب على حد سمع حد ده بيرجع له دلوقتي اي خير هو عمله في حد ان شاء الله هيرجع له دلوقتي او حاجة اشتغل عليها كتير قوي الفترة اللي فاتت هيجيه مرضودها دلوقتي يعني مسلا الناس اللي اشتغلت على حاجاته ما اخدتش مسلا فلوسها ما حصلتش فلوسها هتحصلها الفترة دي ان شاء الله بإذن الله وتقريبا هي فلوس لان بعدها في تطور ماده حالة المادية هتتطور ان شاء الله في حالة امان ورخاء ان شاء الله في الحالة المادية الفلوس دي هتحيارك اهو هتحتار عم بها ايه هلقشالها هلقصرفها اه او عايز يعني معرفش ممكن ما تكفيش في حاجة الفلوس هتحيارك شوية الفترة دي اه وشايفه قدامي فراء من شخص ممكن يكون صديق مش كويس حد مش كويس حد علاقتك بي مش صح علاقتك بيه بالدرة كبات مشاعر او ذكريات او اين كانت العلاقة اللي كانت عندك تديها ظهرك وبتمشيه ناشي بقى زعلان شوية ممكن تكون زعلان بس اه بس هو ده الصح هو ده انت بفرض تعمل لان بعد لما هتعمل الموضوع ده في حاجات كويسة قوي هتحصل لك يعني في حاجات كان نفسك هي من زمان هتحصل على فكرة ده كلام الكارد ده تفسير الكارد ان لما هتدي العلاقة دي ظهرك لو كان مثلا صديق سوق او صديق تسوق او علاقة مش صح تفهمين قصدي وانت بتمرتبط بيها لما هتسيبها وتبعد زي ما تقولوا ايه هتتفرج بقى هيجي فرج كبير وان شاء الله والدنيا هتنور والدنيا هتبقى كويسة لده هلخص القرية بتسرعة اللي تلو عنده فرص جديدة فرص كتيرة طموحه عالي وهيعرف استغلها ادلو مركز على حاجة اكتر على حساب حاجة تانية او هو في مرحلة اختيار وفي الاغلب هو في مرحلة اختيار بين حاجة وعكسها وبحتاج ياخد اختيار بسرعة لازم يقرروا بسرعة 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 العربة مش ماشي لأ باكب عربة بيحل الموقف بعقله كي بيحل الموقف بعقله بحس المشاعر جديدة مشاعر جديدة بتتولد او مورود جديد وفي ربوع الحبيب حبيب قديم حد انت عارفه قوي حد عارفه من زمان يمكن كان حد بسافر حد من صحابك بقالك بمدة مشوفتوش هيقرب منك دلوقتي وحيودك او ممكن يكون لجوع الحبيب في خير هيجيلك حاجة كنت منتظرها بقالك فترة ان شاء الله هتجيلك بعدها حالة مدية ان شاء الله هتتطور هتحتار شوية تعمل ايه في الفلوس اه صح جدا تمام يا بسنت ايه الحبيبة اليوم قبل بكرة اه اوكي ده مش ليامش انا فحيرة بطريقة فظيعة اوكي طيب يا رحمة جمعي معلومات الكرت ده نصحته تجمع معلومات ويفي فراء لحد العلاقة مش كويسة ليك بتضرك يا دل اوكي يلا نشوف في ايه بقى في الكومنتات طبعا التليفون نص فوق ونص في الفوزة فانا كومنتاتكو تحت فانا يعني بخمن كلمك صحيح باشكرك يا هند يا اسكر ده انا اللي بموت فيكي الجدي ما احنا قولنا الجدي يا جدا يعني مش قولنا الجدي فعلا جاي لسفر دبي و ايه مخيارة ايه مخيارة لي فعلا اه ابيض و سود صح مش معقولة ان في كلامك صح اما هده ده انت يا حبيبتي يا فاطيما مرسي روح قلبي طيب بص يا سهام خلي ده سؤال الكارت الواحد اللي بنقوف الاخر صحيح تنام يا موسى بورد الجدي تقريبا قولنا يعنيها صح و مرسي ده حبيبة قلب العفو فعلا انا في حلق من شخص مش كويسة دمرني سنين طيب خلاص لو الفراء هو القرار السليم اه اعملي ده صح قوي على فكرة مرسي يا سارا الحوت اتقال الجوزاء لسه بس قربنا خلاص يا جماعة خلاص فضلنا ثلاث ابراج بالزبط زي اهم ما شاء الله بمبسوط تاني بشوفك لايت كل يوم حبيبتي انا رولا يا روحي مرسي بتسلمي انا المبسوطة اكتر بوجودكم معي بجلب يوموس واقم فاطيما طيب يلا بنا نشوف الحالة العطفية بقى مع ان في حاجات كتير من الحالة العطفية ظهرت في القراءة العامة بتاعته اداني ومع جادي بحب انت توقفه وجميلة حبيبتي سارا ياسين مرسي هيك يروح قلبي خلينا دي للسؤال الواحد اللي بنقولها في اخر اللايف والارقام شكلكو كده عشان انا استعجلت وابتديت كروتوني في الشير شكلكو كده ولا انا بظلمكو ولا ايه يلا يا جماعة بليز اللي ماعملش شير الشير ده بيفدني جدا جدا فوق ممكن تتخيلو اللي فاضل العقرب والميزان والطور فقط الحمل احنا يعني انا فكرت خلاص بما انه هيتقل الاخر بورغ فحنبتدي به الشهر اللي جاي خلاص ما فرقتش من يوم يعني ريتك صح جدا مرسي يا دعاء اوي 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 اهلا بحياتي تول منتظروا والله بنحبك حبيبتي يا حبيبة تسلميلي جدا جدا ان شاء الله هنقول بس انا سوطره للمرة التانية والطور خسر واضح ان الطور في الصفحة مش كتير هاتوا صحابكو الطور بقى اوكي حلوة اوي يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب لا فيه ساسبانس عالي بسوا بسوا ميو دبس تانكيو سيهام الدالو عايز ايه؟ الدالو عايز يتوازن الدالو مش متوازن مش حاسس بتوازن توازن بتاعه مختل في العلاقة زي ما اتو مش عافي يعمليه نفسه في ايه؟ نفسه نفسه يرفع راسه يعني هو حاسس ان هو مكانته بايضة مكانته مش مزبوطة يعني حاسس ان هو محتاج you have to feel proud يعني هو مش حاسس بفخر مش حاسس ان هو مفتخر بل بالعكس هو نفسه يرفع راسه كده شايف شريكو ازاي؟ شايف شريكو بيحاول يصلح بصه بيعمل ايه؟ بيحاول بيشتغل ع نفسه كواس قوي الشريك بقى عايز ايه؟ الشريك ايه؟ عايز يبعد يسيبه ويمشي خلاص يخب بعضه كده ايه؟ ويديله ظهر ويمشي اعتقد او ممكن يكون عايز ياخده ويعدي بيه بر الامان يعني هو either or لانه هو ايه اما بيبعد عن المية اللي عملا تتحرق جميع دي لديه المشاكل والعرف ده كله وعايز ياخده ويبعد يروح مكان اكثر هدوءا او هو عايز يمشي نفسه في ايه؟ نفسه يشوف الدنيا على حقيقتها نفسه يشوف حقيقة يعني The Sun دي الوضوح الصورة مش واضحة بالنسبة لي وهو مش فاهم برضو نفسه في وضوح اكتر ونفسه في امان اكتر زي ما قلتلكو كارت الشمس ده كارت الفرح وكارت الامان الصور اللي حوليني الطفل ده ده امان الطفل بيلعب وهو حاسس بامان هو متحوض بصور مش مفتوح للملأ فهو مفتقد الامان كمان نفسه في امان شايف شريكو ازاي؟ خناقات مشاكل عقبات شايفو بالطريقة دي ممكن عشان كده شيلت عايزي بعد بس الطاقة بقى ما بينكو ايه؟ Page of cups يخربة الحب بجد يخربة الحب عايزين عطاء بتدهوا البعض عايزين تدهوا البعض بتحبوا بعض جدا 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 طيب خلينا نشوف ايه اللي بيحصل اللي بيحصل دلوقتي ان فيه طرف بعلاقة الدلو اما الدلو او شريكو عنده بورس هنا هذا البورس اتكلمنا عنه قبل كده كتير عمال يدي له نصايح غلط اوكي؟ بينسحه غلط وشكله هيؤثر على يعني على طرف العلاقة دي هيخلي يحصل خسارة بعد زعل بقى ونكبة وخلاص بينسيب بعض بس لا 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 هتتفقوا تاني هتتفقوا تاني فيه هنا اتفاق نحو المستقبل فيه عرض هيحصل ان شاء الله وهتتفقوا وحترجعوا احسن من الاول بس هو واضح ان لازم تحسوا بالخسارة دي الاول لازم الخسارة دي تقع الاول ساعتها هتخافوا وحتعملوا كده بقى هتتفقوا وحتاخدوا قرار ان انتو مش هتبعدوا عن بعض هلا خاص القرية بسرعة الدلو عايز اكتر توازن عايز يكون اكثر توازن لانه مش حاسس بتوازن نفسه يرفع رأسه ويحس ان هو ان هو يعني مالي مركزه ده علوه شأنه فده الكارت اللي هو نفسه فيه فهو نفسه ان شأنه يعلى طبعا في العلاقة شايف شريكه ازاي شايف شريكه بيصلح وبيحاول ان هو يصلح العلاقة وبيشتغل على نفسه الطاقة ما بينكم حب شديد جدا 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 وكله عطاء الشريك اما عايز يبعد او يبعد مع شريكه ويروحوا لحتى اكثر امان نفسه في وضوح الدنيا مش واضحة بالنسبة للشريك الحوت مش فاهم هو اللي بيحصل عايز وضوح وعايز امان ديكو عنده مشاكل كتير او هو نفسه عبارة عن مشاكل او عنده عقبات كتير دلوقتي الدنيا طبعية بس فيه زن على ودان الناس دي ادالو او شريكو فيه حد او ممكن يكونوا متطرفين لان واضح ان الدنيا مش ريئة فكلو بيتطوع فبيخربوا الدنيا اكتر البورص ده بيخرب الدنيا على فكرة فيه هنا هتحسوا بخسارة بس بعدها هتتفقوا ان شاء الله وشيرز كده وحتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله زي تزبطوا الدنيا دي القرية حلوة النهاية انا بالنسبالي العبرة بالنهاية النهاية حلوة جدا وراءة خاصة حضر حبيبتي جانت الرحمن ابعتي للصفحة صباح الفل يا محمد اهلا 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 حبيبتي يا زينب اهلا بك يا روحي اهلا هقولك يا محمد البورص ده شخص قرائب منك قرائب منك جدا احنا شفنا واريكوا الصورة كده بص قرائب منه ازاي ينبك بالزبط بالزبط عارف كل حاجة عنك انت بتعرض عليه مشكلة اين صحك منصايح مش صح مش لازم يكون عايز يغرائك على فكرة هو ممكن يكون احيي دي ويكت نظره دي غلط مش متماشية مع موقفك فهام قصدي فبيقزي فعمين قصدي ازاي اه تا 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 بشكرك يا خديجة اوي 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 هو تدله وفعلاً ده بيحصل تمام يا نادا يلا نشوف بقى ايه حبيبتي يا أم زيادة انا بحبك قوي 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 تسلمي لي يا مور مور ايه الهامي تسلمي لي حبيبت مونيا اللي بعتلي فرنسي Please don't test my French It's horrible عربي أو انجليزي Please شايمة كله صح بشكرك حبيبتي جداً جداً اوكي اوكي طيب حلوة دي كويس قوي كويس قوي هاية مرسيا سما قوي جد ربنا يخليك ولي وحيش خلا يبارك لك مرسيا احمد جداً ويبارك لك انت يا رب ان شاء الله وكل حاجة تثبت معاكم بإذن الله يا صندس انتي أجمل انا بنا انا بمعي لا انا مستخدمي حظي اينها؟ مره مزاعة ضعي مني يلا خش لنان بقى حبيبت لا تتأخذي انا بمعي انا بمعي ارى تلك انت انت حظي انا بمعي انا بمعي انا اهلا سوري جماعنا ببسطيلكوا كده بس عشان الجزء بتاع التعليقات تحت ففي البوزة من تحت باشكرك الكنزة حبيبي ربنا خليكوا ليه تانكيو نسبو شراء تانكيو نسبو شراء تانكيو بيبي دعروب انشوف المجموعة التانية بتبتدي من واحد لحد عشرة يناير بسم الله الرحمن الرحيم مرسى مرسى اوه 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 خبت قباتك يا دلي كبات كبات المجموعة الثانية اول حاجة كده night of cups رومانسي رومانسي حاسب رومانسية ابدأ له انا حاسب رومانسية عايز احساسه مرحف كده وبيحس بالناس اللي حواليه ويعني حاجة sensitive كده وجميلة قوي متوازن ده اللي هنا بقى عنده توازن الحمد لله حالته النفسية متزنة ما عندهش اضطرابات ما عندهش ضغوط واضح انه هو عده بمرحلة كده شديدة قوي لان ده بيحيل بكده الكارتة ده انه بيعدي ورايح حتى اكثر هدوء سايب المشاكل ورا دهره ومشي واضح انه عده عاصفه فقرر خلاص انه هو ايه يوقف المعافرة ويعدي بقى المكان اكثر هدوء وبيدول كمان ان الدالو ده عنده مسئوليات فيه ناس مسئولة منه عنده مسئوليات اه لازم يعدي بيهم من مخاطر او من وضع مش مريح لوضع اكثر راحة كينج اوف كابس بص كمية الكوبايات مهتم بشريكو اه بيديلو عملي دلعو كده عملي بيأكلو حاجات كده حاجات زريفة اوي صراحة اه 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 في عنده بابرز جديد او اه خير في خير جاي من عند ربنا زي ما بقلتلكو الكارت ده الايد المازلة من السماء اه ده ايد ربنا بتتمدلك يا دلو بتساعدك الموضوع ده هيعمل لك تطور مادي على فكرة يا دلو ان شاء الله حالتك المادية كمان هتتطور و هتبقى فيها امان ان شاء الله واستقرار دلو ملا مركزه بقى هنا خالص the emperor الامبراطور ماشاء الله اه مركز او ملا مركزه يعني مش مركز لازم يكون مسك سلطة يعني ملا مركزه في المكان اللي هو فيه اللي ان شاء Likewise اقليع تطور تطور اه أعلا حاجة في مجال اه هو اللي بيدي النصايح اور بيقول ايni تعمل ايهو اللي gatعملوش بنيع قوي صلب ما بيتهزش ان شاء الله عندو كمان اللي مش مرتبط اصلا مفيش جديدة لا مفيش جديد بيهرب من حاجة بيهرب من مواجهة شيء وبيهرب لسبب لانه لو واجه هتكون مواجهته وحشة هيكون كلامه قاسي وحيزعل الناس منه فمش يقرر ما يواجهش ويكبر دماغه او ممكن يكون عمل حاجة غلط بيهرب منها مش عايز يواجه مش عايز يتواجه انه هو انت اخطقت في حاجة مش عايز المواجهة دي بل بيهرب منها قوة كمان جدير ماشاء الله قوة وقوة ابداع كمان عارفين موضوع الابداع ده مش لازم يكون شغالين جرافيكس او حاجة فيها ديزاين او حاجة عشان يكون عندنا ابداع لا الابداع ده في كل حاجة على فكرة ابداع ازاي ان انت تستفيد من اخطاقك وازاي ان انت توظف الحاجات اللي حواليك لصالحك ده ابداع عندك طاقة ابداع حلوة قوي الفترة دي وبرده قوة صلابة عندك صلابة ماشاء الله queen of wands بقى عايزة ايه الqueen دي؟ leader ماشاء الله قائد بقيت قائد اجتماعيا محبوب اجتماعيا ناجح بتعمل حاجة فيها فن زي الرسم او التمثيل او المزيكة الغنى اي حاجة من الحاجات دي عندك ابداع ابتديت تاخد عندك حماس ان شاء الله بتبتدي انت انت اللي بتبتدي ما بتستمناش الحاجة دي لك انت اللي بقيت تبادر عندك مبادرة ثقة في النفس الحمدلله كويسة جدا وكل ده بسبب التوازن اللي انت حاسس بيا دالو الحمدلله الفترة دي هلا خاص القرية بسرعة الدالو في حالة رومانسية عنده حالة عطاء في حالة احساس مرهف حالة حلو قوي حابب يدلع شريكه وبيهتم بيه واخد باله عليه كويس بيه بعد عن مشاكل او عدة من مشاكل وعنده مسئوليات على كتافه كبيرة محتاج يتأكد ان هو عدة بيه من بر الامان وان شاء الله عنده مبرز جديد باذن الله يحسن من دخله جدا ان شاء الله وهنا قوي والصلب وماشاء الله بقى اعلى واحد في مكانه الناس هاي اللي بتطلب منه نصيحة بتقوله نعمل ايه بقى عنده خبرة وحاجة دي اتسبها من خبرته مش لاي حسب تاني يعني لان هو ما شاء الله عنده الخبرة بيهرب من حاجة ممكن يكون اخطط بس بيهرب منها وقفتك الخطأ ده تجهل شريكه لان دول تحت بعض يعني هو تقريبا عمال يعني يزبط في شريكه لان مشاكله عامل عاملة وبيحاول ان هو ايه يهرب من مواجهة الخطأ ده بس still not bad not bad قوة ماشاء الله هنا قوة هنا اه 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 اسمها قيادة في قيادة الحمد لله وفي اه اه مبادرة انت تبتدي حاجات